اهلا وسهلا حاليا صاير نمط الحياة مرة سريع وكل شي لازم الحيل الأكل المهام المتطلبات لما نعجل عملية الحياة يبدو لنا أنه أفضل نعيش تجارب أكثر نخلص أشياء أكثر نتعرف على أصدقاء أكثر لكن هل الأكثر والأسرع يعني استمتاع أكبر يعني هدوء يعني رضا استقرار أو أنه شي صحي لنا أحيانا ننسى أو ما ندرك قيمة أو أهمية أنه نهدي نمط الحياة رمضان يخلق لنا هذه الفرصة ويعطينا العوامل الخارجية المساعدة أنه تسمح لنا أنه حنا نختار أنه نهدي نمط الحياة أعتقد إذا هدينا نمط الحياة نشعر بشعور هدوء داخلي أكبر وكذلك ابتناغم وانسجام على الأشياء اللي حولنا شكرا للمشاهدة